كما هو الحال ودون تحريف للواقع تقول الصورة لا شيء يدل على أن هذه عاصمة الجوف المحافظة التي لم تغادر مربع الحرمان والتجاهل حتى الآن وبعد خمس سنوات من تحرير مركزها ومدريات أخرى من ميليشيا الحوثي لا تزال تفتقر للكثير من مشاريع التنمية ليس أقلها إصلاح هذا الشارع الذي يتوسط المحافظة تغيير ملامح الشوارع الخدمات الأشياء الأخرى البلدية النظافة لا يوجد مثلها واقع مرير تعيشه الجوف منذ عقود على مختلف المستويات والأصعدة المحافظة الصحراوية الجاثمة على بحيرة الذهب الأسود وفق تقارير خبراء لم ترى معظم مناطقها ومدرياتها النور نهيك عن حرمانها من أبسط المشاريع والخدمات إضافة إلى ما تسببت به الحرب مؤخرا من تهجير جماعي لمعظم سكان هذه المناطق وتحويلها إلى خراب لتنمية وعمار اليمن في محافظة الجوف والعمل على تحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات الصناء الطرق والزراعة والصحة والتعليم والتحديد الأهداف الأولوية والعمل على التنمية الشاملة لمحافظة مشاريع التنمية هي الهدف هكذا قال مشروع الإعمال السعودي اقتنع الجميع وارتفعت أسقف الوعود والطموحات لكن وبعد فترة من أطلاقها لم يتحقق شيء سوى في منصات الاستهلاك الإعلامي يقول من وقع على حزمة المشاريع وينتظر ذلك المحافظة بعد التحرير وكانت الخدمات شبه مقطوعة فحاولنا أن نأتي بها نتلقى وعود من المنظمات ونتلقى وعود من الأخوة تلقينا وعود من الأخوة في الصندوق الأعمار السعودي على أساس تنفيذ مشاريع بنية تحتية أساسية داخل المحافظة إلى الآن لم يصل شيء إلى أرض الميدان إلا الصهارية المياه العذبة للنازحين فهي الآن موجودة وتعمل لم تحصل الجوف على فرص النهوض والتنمية والإعمار رغم محاولات السلطة المحلية وبإمكاناتها المحدودة إيجاد ذلك فيما يستمر غياب الدور الحكومي وتجاهل احتياجات هذه المحافظة التي تتصدر مؤخرا خط الدفاع الأول في معركة استعادة الدولة وقد تحولت إلى قبلة لآلاف النازحين الفارين من مختلف محافظات البلاد علي الجرادي قناة بلقيس الجوف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر